السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أخواني الأحباء في برنامج شفرة الذهب معي أنا الخبير الاقتصادي محمد قيس عبد الغني وفي هذه الحلقة سنجيب على أهم الأسئلة التي تشغل بال الجميع هل الذهب في طريقه للارتفاء؟ أم ننتظر هبوطا قريبا؟ هل يجب أن نشتري الآن أم نبيع بعد الصعود الذي شاهدناه مؤخرا؟ بإذن الله سوف نجيب عن جميع الأسئلة من خلال الحلقة الحالية وسنناقش معكم أهم التحليلات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على الذهب وسنقدم لكم تحليلا فنيا مفصلا لتوقعات الحركة القادمة على المدى القصير كما سنشارككم فرصة اليوم للذهب لتستفيد منها سواء كنت متداولا على المنصات أو مدخرا أو مهتما بشراء الذهب كمشغولات أو سبائك أو جنيهات تابعوا الحلقة حتى النهاية ولا تنسوا كتابة أسئلتكم في التعليقات وسأكون هنا للإجابة عليها لنبدأ الآن ونفق شفرة الذهب لهذا اليوم سويا أرحب بكم مجددا أخواني الأحباء في حلقة جديدة من برنامج شفرة الذهب اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرون من سبتمبر من العام الفين واربعة وعشرون إذن أخواني الأعزاء نبدأ الحلقة بفقرة التحليل الاقتصادي والجيو السياسي إذن أخواني الأعزاء نعقب على صدور البيانات الهامة في الجلسة السابقة حيث شاهدنا صدور بعض البيانات الهامة على الدولار الأمريكي والذي تؤثر بشكل مباشر أخواني الأعزاء على الاقتصاد حيث جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي البي ام اي بشكل سلبي ليسجل 47 نقطة وهذا يعكس انكماشا في قطاع التصنيع وهذه الأرقام تشير إلى تراجع الطلب على المنتجات المصنعة وتباطو النشاط الاقتصادي ومثل هذه البيانات تضغط على الدولار الأمريكي وتزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي حيث يميل المستثمرون إلى الذهب لحماية أصولهم من التقلبات السوقية وفي المقابل صدر مؤشر مديري المشتريات الخدمي بشكل طفيف إيجابي مما يعكس تحسنا في قطاع الخدمات ومع ذلك فإن تباين البيانات بين القطاعين يثير حالة من عدم الاستقرار مما يعزز التقلبات في أسواق المال وشاهدنا إثر ذلك الذهب يشتعل مجددا خلال الجلسة السابقة في ظل احتمالية حدوث في تراجع لقيمة الدولار الأمريكي ولكن أخواني لعزاء على الصعيد الاقتصادي نترقب بيانات هامة جدا في جلسة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة لدينا خبر مؤشر ثقة المستهلك التوقعات يشير إلى أن المؤشر قد يستقر أو يشهد ارتفاعا طفيفا وفي حال صدور البيانات إيجابية قد نشهد بعضا من الضغوط التصحيحية المؤقتة على الذهب حيث يمكن أن يؤدي إلى تحسن معنويات المستهلكين إلى دعم الدولار الأمريكي في المقابل إذا كانت البيانات سلبية فيزداد الطلب على الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة الأكثر أهمية في الوقت الراحن إذن أخواني لعزاء في الجانب الجيوسياسي شاهدنا اشتعال الأوضاع وتسارع الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وامتداد رقعة المواجهات وتوسع المواجهات في منطقة الشرق الأوسط وهذا أخواني لعزاء قد حرم الذهب من الدخول في ظل تصحيحات ولا يزال يمكن الذهب من المسار الإيجابي إذن أخواني لعزاء بشكل مجمل وبشكل ملخص خلاصة القول بالنسبة للتحليل الاقتصادي والجيوسياسي الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية تصب في مصلحة الذهب على المدى المتوسط الـ medium term وعلى long term على المدى الطويل الذهب لا يزال إيجابي وتداول في ظل المناطق الحمراء لننتقل أخواني لعزاء إلى فقرة التحليل الفني لنستقرأ الرسم البياني بشكل دقيق ولنعرف إلى أين يتجه الذهب خلال الساعات القاتمة إذن أخواني لعزاء على الجانب الفني تحرك الذهب حاليا في مسار إيجابي في ظل قناة رئيسية صاعدة ولا تزال الأسعار تتماسك بالمناطق الخضراء وبالإيجابية على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وثبات الأسعار أعلى مستوى الـ 2620 دولار مقابل الأنصة الواحدة لا يزال يمكن الذهب من الأفضلية الإيجابية ولن يدخل الذهب في ظل موجة تصحيحية هابطة إلا إذا نجحت الأسعار بكسر مستوى 2620 دولار مقابل الأنصة الواحدة خلال التداولات القادمة بكسر مكتمل الشروط والأركان أخواني العزاء وسوف أضع لكم في صندوق التعليقات فيديو نوضح من خلاله كيفية معرفة شروط الكسر والاختراق في التحليل الفني إذن أخواني العزاء مثل ما تحدثنا الذهب حاليا لا يزال يعتبر إيجابي وصاعد ولكن نترقب أخواني العزاء تصحيحات بيعية لن تتحقق إلا إذا نجحت الأسعار بكسر مستوى 2620 دولار مقابل الأنصة الواحدة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى فقرة التوقعات المبنية على التحليل الفني والاقتصادي السابق أخواني العزاء نشاهد أن الذهب بناء على التحليل الفني والاقتصادي لا يزال يعتبر إيجابي وصاعد على المدى المتوسط ولكن الذهب ينتظر ويترقب تصحيحات بيعية قد نشاهد تراجع في أسعار الذهب كنوع من التصحيحات والحركة الصحية للأسعار من أجل أخذ العزم للصعود وكنصيحة للمتداولين على المنصات إذا كنت متداولا على المنصات أو تستخدم العقود مقابل الفروقات الـ CFD يفضل التركيز على الصفقات القصيرة بإمكانك البيع مع كسر مستوى الـ 2620 دولار وتحقق هذا الكسر على فريم الخمسة عشر دقيقة بإمكانك الدخول في صفقات بيعية قصيرة المدى وسوف نتحدث عنها في الفقرة القادمة أما بالنسبة للمشتريين والمدخيرين للذهب سواء مشغولات أو سبائك أو جنيهات لا تتسرع في الشراء حاليا إذا نجحت الأسعار بكسر مستوى 2620 دولار قد نشهد خلال الساعات القادمة تراجع حاد في أسعار الذهب وهذه فرصة لكم لشراء الذهب بشكل مجزأ لمن فاتته الفرصة السابقة في شراء الذهب بإمكانك استغلال الفرصة مجددا والدخول بشراء كميات من الذهب مجزأة لا تستنفذ رأس مالك بالكامل تابع معنا الفقرة القادمة لنتحدث عن فرصة اليوم للذهب الذي تشمل المتداولين على المنصات وأيضا المشتريين والمدخرين للمشغولات والسبائك والجنيهات إذا أخواني لعزاء ننتقل إلى فقرة صفقة اليوم إذا أخواني لعزاء نشاهد الذهب حاليا يتراجع وهو على شفى السقوط على المدى القصير سوف يكون لدينا أولا للمتداولين على المنصات صفقة بيعية بإمكانكم بيع الذهب إذا نجحت الأسعار بكسر 2620 دولار كسر هذا المستوى بكسر مكتمل الشروط والأركان سوف يقود الذهب لسلسلة تراجع تصحيحية تستهدف مستويات 2605 دولار وقد نشاهد 2590 دولار وقد تمتد الأسعار على المدى المتوسط إلى 2550 دولار مقابل الأنصة الواحدة على هذا الرسم البياني أخواني لعزاء وعلى هذا المسار ولكن يشترط لتحقق هذا السيناريو وهذه الفرصة البيعية هو تأكيد الكسر بكامل شروط الكسر بناء على قاعدة السلوك السعري والذي سوف أرفقها لكم في صندوق التعليقات أسفل الفيديو كشرح مفصل أما بالنسبة أخواني لعزاء لإلغاء هذا السيناريو يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إذا نجحت الأسعار بالعودة على مستوى 2640 دولار مقابل الأنصة الواحدة يمكنكم أخواني لعزاء لمن يتداول على المنصات أن يبيع الذهب بمجرد كسر 2620 دولار ويمكنك وضع وقف الخسارة أعلى 2640 دولار لن نشاهد صعود قادم للذهب ويفشل الذهب بالدخول في التصحيحات إلا إذا نجحت الأسعار بالتأثر في حال اشتعلت الأوضاع الجيوسياسية وتسارعت رقعة الأحداث العسكرية في المنطقة حينها قد نشاهد صعود للذهب ونشاهد الذهب يحرم من التصحيحات المرتقبة بالنسبة أخواني لعزاء للفرصة لليوم للمشترين والمدخرين للذهب سواء مشغولات وسبائك وجنيهات هنا أخواني لعزاء لديكم فرصة إذا نجحت الأسعار بكسر مستوى 2620 دولار بإمكانكم الشراء بشكل مجزأ على الدفعات لا تستنفذ رأس مالك بالكامل بإمكانكم الشراء بالقرب من مستويات 2600 دولار و2590 دولار وأيضا 2550 دولار مقابل الأنصة الواحدة هذا التراجع يصنف كتصحيحات وكحركة صحية للأسعار من أجل أخذ العزم للصعود والإقلاع مجددا على المدى المتوسط إلى مستويات قد تستهدف 2700 دولار مقابل الأنصة الواحدة على المدى المتوسط سوف نتابع معكم أولا بأول أخواني العزاء وفي حال لديكم أي تعليقات أو أسئلة أو استفسارات بإمكانكم كتابتها في صندوق التعليقات وسوف أجيب عليكم جميعا بإذن المولى عز وجل وبهذا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من التحليل والتوقعات نلقاكم في الحلقة القادمة من شفرة الذهب وإلى اللقاء